مدبولية رأس اجتماع الحكومة الإسبوعية لمناقشة العديد من الملفات عن والحريري يشاركان في احتفالات لبنان بعيد الاستقلال ببيروت وولي عهد أبوظابي يزور فرنسا تلبية لدعوة الرئيس مكرو اثنية عشرة ظهرا العشرة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة اهلا بكم ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الحكومة الإسبوعية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجالية تنفيذها حاليا كما تناول الاجتماع الخطط الاستثمارية بالمحافظات وعلى صعيد المتصل تطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزرات خاصة الوزرات الخدمية تنفذ مصر حاليا عددا من المشروعات الكبرى في كافة المجالات تحقق أو تحقق من خلالها أرقام قياسية جديدة المزيد في سياق العرض التالي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 خصوصا وان بلغاريا متقدمة في كثير من الصناعات بالذات في الصناعات الغذائية لانها دولة زراعية تصنع السلع الزراعية واستعادة هذه الأسواق هو مزيد من الصادرات المصرية ومعنى هذا زيادة في الاستثمارات وفرص التوظف لأبنائنا من المصريين جانب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السياسة والسياسة ومصالحنا الاقتصادية طبعا هي محل رعاية وزير الخارجية وكل من يعملون بالسياسة والسياسة هي التي تمهد الطريق امام مزيد من العلاقات الاقتصادية امام مزيد من المصالح للطرفين لما فيه صالح الشعبين نعم سعد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استضافت جامعة الدول العربية اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لبحث دعم الاقتصاد الفلسطينية واناقش الاجتماع سبلة واليات دعم الاقتصاد الفلسطيني وخطة انقاذ مدينة القدس المختلة اشتركوا في القناة 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 في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان يمر مسار تشكيل الحكومة بعراقلة تهدد بفراغ حكومية قد يستمر لفترة طويلة ويعمل اللبنانيون مع هذه الذكرى في تجاوز هذه العقبة للتخلص من فترات الشغور السياسية وحكومات تصريف الأعمال المزيد في سياق التقرير التالي ازمة تراوح مكانها وافاق الحل ما زالت مسدودة مخاض صعب لم تتخلص منه حتى الان مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية ولو ان الامل ما زال موجودا بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اكثر من خمسة اشهر مرت على اعلان نتائج الانتخابات ورغم ذلك يؤكد نبيه بري ان الحلول ليست مفقودة وانه في الامكان الوصول الى حل في القريب العاجل للازمة الراهنة شريطة النوايا الصادقة لحل عقدة تمثيل النواب السنة التابعين لتيار الثامن من اذار ولم يستطع الفرقاء اللبنانيون استغلال النقطة المضيئة بعد التصالح الذي تم بين تياري القوات اللبنانية والمرضة اوائل الشهر الجاري وتصعدت لهجة التحدي خاصة من حزب الله وامينه حسن نصر الله الذي قال ان الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة الا بعد منح الموالين له من النواب السنة حقيبة وزارية خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري وهو الامر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية وفي المقابل اعلن الحريري رفضه المطلق لشروط حزب الله وان تطلب الامر الاعتذار عن تشكيل الحكومة واكد انه لا يريد ما وصفه بحصان طرواده في اشارة الى حجد النواب السنة باعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة وفي ظل التجاذب السياسي بين الفرقة يخشى الشارع اللبناني من فترة فراغ حكومي على غرار الفراغ الرئاسي الذي استمر قرابة عامين في وقت يعاني لبنان من اوضاع اقتصادية صعبة تتطلب انجاز تشكيل الحكومة للانطلاق نحو برامج الاصلاح الاقتصادي والحد من ارتفاع الدين المحلي ونقص الاستثمارات الاجنبية وفي ذكر الاستقلال يأمل اللبنانيون في التخلص من التيارات التي تدين بولاءات خارجية وتضع العراقيل امام مسيرة البلاد نحو الحصول على استقلالية قراراتها بعيدا عن سياسة المحاور يبدأ ولي عهد ابو ضابي الشيخ محمد بن زايد الانهيان اليوم زيارته الرسمية الى فرنسا تلبيةها لدعوة الرئيس امانويل مكرو ويبحث بن زايد العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الامارات وفرنسا ومستجدات خارجية الطريقة الثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة مكرو الى ابو ضابي في نوفمبر العام الماضي والتي تشمل تعزيز التعاون الامني والعسكرية ومحاربة الارهاب كما سيناقش الجانبان خلال الاجتماع اخر مستجدات في منطقة الشرق الاوسط واوروبا قال الرئيس الامريكية دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تعتزم ان تظل شريكا راسخا للسعودية واشار ترامب في بيان اصداره البيت الابيض لانه ليست لديه النية لالغاء عقود عسكرية مع الرياضة واضف ترامب انه لا يعتزم تدمير الاقتصاد العالمي من خلال ابداء مواقف قاسية تجاه السعودية مشيرا الى عزمه لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش اعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعيات الكبرى في بيونس ايرس الارجنتينية حال مشاركة بن سلمان في هذا الاجتماع اكد وزير الخارجيات الامريكي ماجبون بيو سعي الولايات المتحدة للحفاظ على شراكتها الحيوية مع السعودية وقال بن بيو في مؤتمر صحفي ان الادارة الامريكية عليها اتباع سياسات بما في ذلك تجاه السعودية تسهم في ضمان الامن القومي للولايات المتحدة واشار بن بيو الان الرئيس الامريكي دونالد ترامب متشبث بالعلاقات مع السعودية مشددا على ان هناك شراكة استراتيجية بين البلدين موسيقى موسيقى في الشان اليمني وصل المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث الى صنعاء في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي تستضيفها السويد مطلع شهر المقبل وسيلتق المبعوث الاممي زعيم الميليشي الحوثي عبد الملك الحوثي لمناقشة اجراءات بناء الثقة وخطته للسلام الى ذلك سيسعى جريفث للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة ووضعه تحت اشراف الامم المتحدة واثمام عملية تبادل الاسرى والمعتقلين الى جانب توحيد البنك المركزي قال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي انه وجه وزير الخارجية خالد اليماني بالتعاطي البناء مع كل جهود السلام وفقا للمرجعيات الثلاثة كما اكد هادي اهمية اداد الخارجية اليمانية الرؤى والتصورات الانية والمستقبلية لمواكبة التطورات على الساحة المحلية والمتصلة بمساعي السلام والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنية وقرار مجلس الامن للمزيد ينضم الينا هاتفيا السيد جمال بالرسم الرئيس تحرير موقع اليمن العربي سيد جمال نرحب بحضيك على اكسترا نيوز ويعني اطرح عليك هذا السؤال في الخبر الذي كنت اقرأه منذ قليل على ان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وجه وزير الخارجية بالتعاطي البناء مع كل جهود السلام وفقا للمرجعيات الثلاث ماذا يعني ذلك؟ طبعا بالطبع دائما الحكوبة الشرعية تمد ايديها للسلام ليس منذ اليوم ولكن منذ سنوات طويلة وكلنا نأمل ان تأتي هذه الخطوة بخطوات اخرى من الجانب الاخر من الانجلابين التوجيهات الخاصة بمعالي الرئيس لوزير الخارجية هي ايضا امتدادا لما سبق وان طرحوا سمو الملك سلمان في اجتماعه مع مجلب سلسورة الذي اكد في داخل الاجتباع انه من اجل احلال السلام في اليمن لابد من المرجعيات الرؤى التي يمكن ان تطرح دوليا والان المناشدات المستمرة لاجادة السلام ستجد من اجل ايجاد سلام دائم تبد من الخروج باستوفاق سلام مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومؤتمر الشوار الوطني والجرار رقم الثانوة عشر والذي كانت فيه نصوص واضحة وصريحة بسحة الاسطحة من الانشوتيين وعادة الحكومة الشرعية والسير جدما نحو اجراء دستور واجراء انتخابات جديدة يتم من خلالها ان يختار الشعب من يريده ليرود اليمن المبقوث الاممي مارتين جريفث سيصل الى صنعاء اليوم للتحضير لجولة جديدة من هذه المفاوضات من المقرر ايضا ان يبحث مع عبد الملك الحوثي اجراءات بناء الثقة وخطته للسلام وموافقة زعيم المليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة هل تتوقع نجاح المبقوث الاممي في ذلك نحن كلنا امل ان تنجح هذه المساعي بالرغم من ان هذه المساعي لها سنوات ودائما تعرجل هذه المساعي وكانت هناك اتفاديات مسبقة منذ جنيف واحد وجنيف اثنين والكويت من اجل الوصول الى سلام دائم وكانت هذه الاستفاديات دائما بعد ان يتم الاستفاديات عليها ويشرعون في التوجيه عليها نتفاجأ بالتعند الحوث كل اسف الجرار ليس بيد الحوثيين ولكن بيد ايران وهذا هو الالم الكبير وهو الذي يعرجل بصورة دائمة ومستمرة المقاوضات الان مدينة الحديدة اصبحت بحكم السيطرة الكاملة تحت يد قوات الشرعية من مختلف الجهات وبالتالي يعني اعتقد ان تفكيم مينة الحديدة الان للامم المتحدة واي جهة بعد هذه الجماعة التي بذلت نحن نعمل ان يتم الوضوخ لصوت العجل وصوت المنطب ويتم تفكيم مينة الحديدة صورة سالفة من اجل تأمين السلطان ومن اجل عدم الوصول المعاناة الشعب اليوم المنادى بتفكيم الحديدة اذا كان الجرار بيد انسان متعجل اعتقد انه سيسرع بتفكيم هذا الجرار ولا بد ان يتم اطلاق صراحة الاسرة هي اجراءات بناء السجر هي متسلسلة وواضحة وكانت مطروحة منذ اكتر من عامين وهذه السبق وانت رحى المندوبة السابق الامين من العالم نعم وهذا هو سؤالي سيد جمال ما هو الحد الادنى من هذه الاجراءات اذا ما تم تنفيذها سوف تقبل جميع الاطراف الى الجلوس على مائدة واحدة الحد الادنى هو ان يتم تفكيم مينة الحديدة للجهة المحايدة جهة يمنية المحايدة وهي ان يتم ادارة مينة الحديدة من جبل المدنيين من جبل الجيادة الطبيعية التي من الممكن ان تدير المينة ادارة المينة هي تدار من جبل المدنيين وليس من جبل العسكرين هذا الجانب الاول الجانب الثاني وهو يتم إطلاق صراحة كميع الأسرى الذين تم اعتقالهم من جبل الخوفيين وهي جماعة لا يجوز لها ليسوا أسرى وإنما مقتططين من جبل الخوفيين تبد من إطلاق صراحهم بصورة ثورية هذا الجانب الثاني الجانب الثالث إيجاد ممرات آمنة لإصال المساعدات الإنسانية لا تكون تحت تطرف اللجانة الشعبية الخاصة بالخوفيين ولكن يتم إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مفاشرة للمواطنين أعتقد أن هذه الخطوات الثلاث إذا تم إيجادها فإننا بالفعل ممكن أن يكون هناك أمل في نجاح المفاوضات وخاصة أن المفاوضات تتكف على الإشكالية الوحيدة الموجودة الآن هو ما تم الاستلاء عليه من أسلحة من جبل الخوفيين بيدهم من الجيش الوطني إذا تم الوصول إلى اتفاقات المفاوضات هي تتبني من أجل هذا وأيضا كيفية انتجاه للسلطة هذه المنطقين من الممكن أن نحلها في المفاوضات ولكن قبل أي مفاوضات لا بد من الوصول إلى إجراءات بناء أتفاقات التي تتضاقها في النجاح الثلاثة التي تتعب نعم السيد جمال لبرس رئيس تحرير موقع اليمن العربي شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة في الشأن السوري أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين المتمركزين في إدلب قصفوا على مدار الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة قصفوا قرى وبلدات في محافظات اللاذقية وحلب وحمال وقال الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الإرهابيين في إدلب استمروا في انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة وقصفوا أربع بلدات بمحافظة اللاذقية وبلدتين آخرين إحدهما في محافظة حلب والأخرى في محافظة حماء من جانبها نفت وزارة الخارجية الروسية ما تردد عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبوكوف أن موسكو لم تقترح على إسرائيل أو الولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية طلبت الولايات المتحدة كافة الدول الأجنبية باستثناء روسيا بسحب قواتها المنتشرة في سوريا وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري أن كل القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا ستكون مستعدة للخروج حال انسحاب الإيرانيين ووجود حل سياسي مشددا على سعي واشنطن في سوريا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي انتخبت منظمة الشرطة الدولية الانتربول المرشحة الكورية الجنوبي كيم جونج يانج المدعوم من واشنطن رئيسا لها لمدة عامين ويأتي انتخاب كيم خلفا للصيني مينج هونجوي الذي استقال الشهر الماضي إطرأت تحقيقات بكين معه في اتهامات بقضايا فساد تجري رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي مباحثات اليوم في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بشأن بريكسيت ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملها على صياغة الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية لتكتن مع بريطانيا بعد الخروج وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذي يعمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه في قمة الأحد المقبل التي ستحضرها مي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننتقل الآن إلى متابعة اجتماع مساعد وزير التموين رئيس جهاز نانمية التجارة الداخلية دكتور إبراهيم عشماوي مع أجموعة من رؤسائي ومدير السلاسل التجارية الخاصة الكبرى لبحث استغلال وإدارة وتشغيل عدد من المنافذ الحكومية من خلال السلاسل التجارية الخاصة البروجيكشونز أو توقعاتها المالية خلال فترة التعاقد التعاقد حيتم بشكل أن مثلا أقول شركة نيل إدارة سين أو إدارة صاد من السلاسل وهذه الإدارة والتشغيل حيبقى فيها جزء ثابت وجزء متغير في fixed وvariable والمتغير ده حيبقى percentage أو نسبة من إجمالي إرادات المنفذ أنا عملت الواجب بتاعي وهو أن عملت حساباتي أن المتر المربع في المنافذ ده بيطلع إرادة قد إيه وربحية قد إيه أقول تاني إحنا عملنا الهومورك بتاعنا أو الواجب بتاعنا وعرفت المنافذ السابعة ده المتر المربع بيدر قد إيه عائد سواء إراد أو ربح ليس هناك لزاما على الشركة اللي حتتولى إدارة هذه المنافذ أن هي تحتفظ بالعمالة قد يحق لها الاحتفاظ بالعمالة أو تقول العمالة إلى الشركة القبضة وتوابعها وإعادة توزيعهم مرة أخرى على المنافذ بتاعنا العمالة ما هيش عمالة كبيرة احنا بنتحدث فيه من خمس لعشر أفراد لو العمالة أصبحت متواجدة في المنفذ كما هي حيتولى أمرها صاحب السلسلة اللي هتأكواير أو اللي هي هتدير وتشغل هذا المنفذ أنا تصوري أن دخول القطاع الخاص في هذا النوع من النشاط هو إضافة كبيرة جدا حيستفيد إيه؟ وأنا هتكلم على مصالح السلسلة ثم هتحدث عن مصالح المستهلك ثم عن مصالح الوزارة أنا بتصور أن حضرتك بتاخد منفذ في كل الترخيص أنت نهاردة عشان تيجي تفتح منفذ جديد كنت بتضطر أنك أنت تتحصل على مجموعة من الترخيص من قبل جهات عديدة من الدولة فأنت هتأخذ المنفذ أورادي مرخص هذه هي واحدة الثانية أن المنافذ دي تم انتقاها بعناية فكل المنافذ اللي ترحت في هذا الطرح في أماكن متميزة للغاية الحاجة التالتة أن المسحات بتاعتهم كويسة ودي من أفضل المنافذ اللي موجودة تحت عبائة الشركة القبضة وتوابعها من حيث الإرادة ومن حيث الربحاية فاللي بياخد إدارة وتشغيل هذه المنافذ هي حيستفيد كثيرا أنه هو هيحط السلوجن بتاعه على هذا المنفذ ليس هناك الزام تجاهك أنك أنت تاخد السلع من قبل الشركة القبضة من أي جهة أنت عايزها فليس هناك لزاما على السلسلة اللي حتدير هذا المنفذ أن هي تاخد سلع من الشركة القبضة أو توابعها إلا لو أنت رتأيته هذا ده بالنسبة لصاحب السلسلة أو السلسلة اللي هي هتستحوذ أو هتدير أو هتشغل هذه المنافذ أما الشق الثاني على بالنسبة للشركة القبضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة فبالتالي تعظيم الإرادات وأن هذه الأصول تدر عائد أفضل وأكبر بالنسبة للشركات التابعة والشركة القبضة فإحنا تصورنا بطرح هذه الأصول أو بطرح هذه المنافذ على حضراتكم أن العوائد بتاعة الشركة القبضة والشركات التابعة من جراء هذه الشركة من إدارة وتشغيل حيكون أكبر وأفضل والتوجه للدولة زي ما حضراتكم عارفين هي إدارة أفضل لأصولها قد تكون الإدارة في الحكومة أو قد تكون الإدارة في القطاع الخاص وأنا شايف أن الحقيقة إدارة القطاع الخاص لأصول الدولة قد يكون من التوجهات خلال الفترة القادمة وده حدث الحقيقة في الفنادق الحكومة تمتلك مجموعة من الفنادق وتم الاتفاق مع مجموعة من التشينز أو مجموعة من السلاسل الفندقية التي تدير هذه الفنادق وكانت الإدارة الحقيقة ذات جدوى اقتصادية أفضل بالنسبة للدولة في إدارة أصولها فالمنح القادم هو أن القطاع الخاص يكون شريك أساسي في إدارة أصول الدولة إلا هيعود على المستهلك الحقيقة من جراء هذه الشراكة إلا هيعود على المستهلك أنه هو هتحصل على جودة أفضل أتصور أنه هو هتحصل على سعر أحسن وهيكون عنده تنوع لو أنا مثلا بقول المنفذ القائم دوة بيتيح فليكن تلات تلاف سلعة في وجود القطاع الخاص ممكن يعمل كروس سيلينج ويضيف أضعاف أضعاف هذه السلعة لما أنا ببص على المنافذ الحكومية وما لديها من اتاحها لسلعة وأعمل مقارنة مع القطاع الخاص لا بلاقي القطاع الخاص تحته أفضل وأكبر من حيث عدد السلعة فضلا عن هذا أنه هو ممكن يعمل ويضيف كمان سلع أخرى ويتحول المنفذ إلى يعني ممكن تبيع أكثر من الأصناف اللي حضرتك بتبيعها وممكن تبيع أخرى أو منتجات أخرى أو ممكن تبيع هذه السلع وبدائلها فالحقيقة التصور بتاعي أنه ليس هناك خاسر بالمرة في هذه الشراكة بل المكاسب هتكون عظمة سواء واللي بيهمني المستهلك المستهلك حيستفاد جدا من جراء هذه الشراكة فضلا عن هذا أن السلاسل اللي حتتقدم على هذه المنافذ هيكون عندها مكان مميز للغاية عندها كلاينتال بيس أو قاعدة عملاء قائمة أن المنفذ ده أورادي كان شغال منتج بتستارت فروم سكراتش أو بتاخد منفذ ما هواش ذو جدوى اقتصادية وأنا عايزة أقول لحضراتكم أن المنافذ اللي طرحت على حضراتكم دي كلها منافذ دو جدوى اقتصادية يعني تم قياس جدوها الاقتصادية تماما وزي ما بقولت أن هذه هي البداية هيعقب هذه البداية طرح مجموعة من المنافذ الأخرى فأنا أحبيت بس أن أتواجد مع حضراتكم وأبلغ حضراتكم رسالة وتم التطرح خلال الجمعة والسبت الماضيين وأعلننا عن هذه المنافذ السبعة ومواقعها ومساحتها وإيه هي المطلوب يكون حضراتكم تحضروه عشان تتقدموا لإدارة وتشغيل هذه المنافذ أعلم تماما أن حضراتكم لديكم نواية طيبة ولكن النواية ليست كافية أنا عايزة أشوف النواية دي تترجم على الأرض إلى واقع وزي ما قلت إحنا لم نبدأ في الطرح إلا معرفنا حضراتكم عايزين إيه وفيه وفيه بعض السلاسل تقدمت أن هي تدير وتشغل أكثر من 200 منفذ بس قلنا في المرحلة الأولى هنكتفي بالمنافذ المميزة ذات الأماكن المميزة وذات الجدوى الاقتصادية فمن هنا جاء الطرح وتمت دراسة هذا الطرح بعناية كبيرة جدا لأن لو نجح وإن شاء الله ينجح هذا المشروع حتى توالى الأحداث في طرح مجموعة من المنافذ الأخرى لو حضراتكم عايزين أن أنا أستعرض معاكم إيه هي السبع منافذ اللي تم طرحها فممكن متوزعت خلاص طالما هي موجودة مع حضراتكم نعم نعم إذن تابعنا معكم جزء من هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي حول الطرح الذي تم من قبل الجهاز بتنسيق مع الشركة القابضة لصناعات الغدائية الاستقلالي وإدارة وتشغيل عدد من المنافذ الحكومية عبر السلاسل التجارية الخاصة ونستكمل نشرتنا حيث دانت محكمة تركية أربعة ضباط شرطة وطبيبا في وقاعة وفاة مسافرة أمريكية قبل أكثر من خمس سنوات في مطار التورك الدولي بإسطنبول وقضت المحكمة بسجن الضباط سبع سنوات وأربعة أشهر كما أمرت بتغريب الطبيب 2250 دولار كما قضت ببراءة سبع ضباط آخرين لعدم موجود أدلة ضدهم وصف الرئيس الأمريكية دونالد ترامب العقوبات على إيران بأنها قوية جدا ومؤثرة بشكل كبير وتوعد بفرض المزيد منها وحول الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بلاده توقع ترامب إمكانية التوصل لاتفاقية جديدة عادلة لمساعدة الشعب الإيرانية وصفا تهران بالفاعل السيء مشيرا في حديثه إلى ما يحدث في سوريا قال رودي جولياني محام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير قدم إجابات مكتوبة على أسئلة من المحقق الخاصة روبرت مولر في التحقيق الذي يجريه عن تدخل روسيا في انتخابات 2016 وقال جولياني في بيان أن معظم ما اضطرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية لكنه أضاف أن الرئيس قدم تعاونا غير مسبوك وأن الوقت حان لإنهاء هذا التحقيق وضعت السلطات الأمريكية حواجز معدنية وأسمنتية ضخمة وسياجا من الأسلاك الشائكة على جانبي معبر مهم على الحدود المكسيكية الأمريكية مع توفد ألاف ضمن قافلة المهاجرين الحالمين بالوصول إلى الولايات المتحدة كما أغلقت السلطات مؤقتا معبر سان إسيديرو أحد أكثر المعابر البرية ازدحاما في العالم أثناء نصب الحواجز الجديدة ما شل حركة السير للعرابات والمرة الراغبين في العبور بدورها أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الوطني في بيان أنها علقت العمليات لتضع بأمان معوقات عند مرفع الدخول يمكنها أن تعرق الدخول مجموعات كبيرة على هذه السلطات الكينية اختطاف متطوعة إيطالية من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة كليب الساحلية في هجوم أسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاصها هذا وأكدت الشرطة الكينية أن أفراد الأمن يتعقبون المهاجمين فيما لم تكشف بعد عن الجهة المسؤولة عن الحدث يحتفل العالم في 21 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتلفزيون والذي يوافق أن أعقاد أول منتدى للأمم المتحدة للتلفزيون عام 96 ويأتي الاحتفاء بالتلفزيون بوصفه رمزا للاتصالات والعلمة في العالم المعاصر واعترافا بدوره المتزايد مع بقية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام والتأثير في عملية صناعة القرار على مستوى العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في أخبارنا الاقتصادية يزور وفد البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والذي يستثمر فيه البنك بقيمة 210 ملايين دولار وكان الوفد قد أشاد بالإنجاز غير المسبوق في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية بها في ختام زيارته للمشروع القومي للاستزراع السماكي والأحياء المائية لهيئة قناة السويس من جانبه أكد الفريق مهب مميش أن البنية الأساسية السليمة هي أساس نجاح أي مشروع حيث أعرب وفد البنك عن اعتزامه ضخص استثمارات جديدة في مجال البنية الأساسية في مصر تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السيجين اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولية وذلك بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات كما تحضر الاجتماع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وبحضور ممثل وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعية والصناعة أكد مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسيوت رميح عبد الحسيب أن الجهاز منذ إنشائه يقدم مكافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للشباب لإقامة المشروعات بمختلف أنواعها بما يخدم عملية التنمية وأشار في تصريح خاص لإكسترانيوز أن الجهاز قدم خلال 2018 تمويلا لمشروعات صغيرة بأكثر من 235 مليون جنيه لإقامة 14 ألف مشروع استنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر يقدم لمحافظة أسيوت دعما كاملا سواء كان هذا الدعم ماليا أو غير ماليا لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر من حيث تقديم تمويل في المشروعات التجارية يصل إلى 3 مليون في المشروعات الصناعية يصل إلى 5 مليون طبعا فترات السماح بتبقى مختلفة حسب نوعية النشاط إذا كان المشروع التجاري ففترة السماح بتكون من 3 شهور تقريبا 6 شهور استداد أقصى 3 سنوات لأن المشروع التجاري تجيب البضاعة وبتشتغل على طول أما المشروع الصناعي تصل فترة السماح فيه إلى سنة خلال عام 2018 الحمد لله استطاع الجهاز أنه يقدم تمويل يصل إلى 235 مليون تقريبا حقق خلالها حوالي 14 ألف مشروع تقريبا عملت حوالي 20 ألف فرصة عمل في فترة 2013 في أخبارنا الرياضية أدى فريق النادي الأهلي أولى تدريباته في الإمارات للتحضير لمباراة مضيفه الوسطى الإماراتي غدا في إياب دورة الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطالة وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في القاهرة تستكمل اليوم منافسات الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري بخمسة لقاءات حيث يلعب مصر المقاصة مع نجوم والتقي طلاء الجيش ضيفه بيتروجيت ويواجه الإسماعيلي فريق الانتاج الحربي بينما يستضيف حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي والتقي برامدس مع وادي ديلا أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غدن الخميس وحتى الأحد المقبل حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلاي بوشلتين وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة موسيقى 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 نهاية نشرة الثانية عشر وهذا تفكير لأهم ما جاء فيها من أنباء موسيقى مدبول يترأس اجتماع الحكومة الإسبوعي لمناقشة العديد من ملفات موسيقى 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 عون والحريري يشاركان في احتفالات لبنان بعيد الاستقلال ببيروت موسيقى وولي عهد أبوظبي يزور فرنسا تلبية لدعوة الرئيس مكرون موسيقى موسيقى لمزيدا من الأخبار تابع موقعنا الإخباري اكسترانيوز دوتي بي شكرا لكم على طيب المتابع ودهتم في أمل الله موسيقى 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 موسيقى